رغم تسجيله الهدف علامي محمد صلاح زعلان وبيعتذر لجمهير ليفر بول في جميع أنحاء العالم عبر حسابه على موقع اكس تويتر سابقا كتب محمد صلاح تدوينة قال فيها نحن نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهضار النقاط بهذه الطريقة وسنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل طبعا ليفر بول عمل تعادلين متتاليين أمام كبار الكرة الإنجليزية منشستر وينايتد وارسنال الفريق قضع أربع نقاط كانت كفيلة بوضعه على صدارة بريمير ليج بكل سهولة لكن بالتأكيد التعادل مع منشستر وينايتد والتعادل مع أرسنال في النهاية نتائج ما تقدرش تقول أنها سلبية لأن في مثل هذه المباريات أي نتيجة ممكن تحصل محمد صلاح بيواصل أداء المزهل هذا الموسم وبيوصل لهدفه رقم 12 في بريمير ليج كمان عامل سبعة أسست لزملائه في الدورة الإنجليزية بيحتل بيهم الصدارة بمشاركة لعبين آخرين محمد صلاح في المركز العاشر في قائمة أفضل هدفي الدورة الإنجليزية الممتاز عبر التاريخ رفع رصيده إلى 151 هدف في مشواره بالدورة الإنجليزية بينفرد زي ما قلت لكم بالمركز العاشر في قائمة الهدفين التاريخيين متخطيا نجم الصابت مايكل أوين طبعا نجم ليفر بول ونيوكاسر يونايتد ومانشسر يونايتد الاندية اللي لعب لها في بريمير ليج اللي كان سجل 150 هدف محمد صلاح شارك في 24 مباراة مع ليفر بول بجميع المسابقات هذا الموسم احرص 15 هدف وقدم 8 تمريرات حاسمة بيحتل وصافة هدف بريمير ليج زي ما قلت لكم برصيد 12 هدف بفارق هدفين فقط لغير عن النرويجي هالند هدف الدورة الإنجليزية الموسم الماضي برصيد 38 هدف محمد صلاح بينجح في هز شباك أرسنال للمباراة التانية على التوالي بعدما سجل فيه الجانرز أبريل الماضي بأنفلد الهدف اللي سجله محمد صلاح في أرسنال هو هدفه العاشر في شباك أرسنال بالتخصص سجل قبل كده تسعى أهدف مع ليفر بول وكان له هدف مع تشيلسي هدف شهير في المباراة اللي انتهت بيه خمسية لصالح تشيلسي لما كان محمد صلاح بدأ مشواره فيه بريمير ليج مع فريق تشيلسي 14 مباراة خدها مو صلاح أمام أرسنال استطاع ان هو يسجل فيها هذا العدد من الأهداف مش بس كده محمد صلاح برضو أمام أرسنال له أربع تمريرات حاسمة أرقام كبيرة جدا طبعا بيواصل تحطمها النجم المصري الكبير آيكونة الكرة المصرية وآيكونة نادي ليفر بول محمد صلاح الأهلي وسيراميكا كيلوباترا فيه نصف نهائي كأس السوبر بعد ساعات قليلة لتحدى لمصر الكرة القدم زي ما قلتلكم في الفيديوهات الماضية قال ما قدرناش نوافق على طلب النادي الأهلي اللي قد يبدو منطقي ان هو يأجل المباراة 24 ساعة فقط لغير لان هو لسه لعب 22 12 مباراة تحديد المركزين التالت ورابع في كاس العالم الأندية واستطاع ان هو يفوز على فريق أروة الياباني بنتيجة 4-2 وما حصل على المركز التالت لكن بالتأكيد اللجنة المنظمة في الإمارات العربية المتحدة ما عندهاش وقت ان هي تأجل المباراة 24 ساعة بالتأكيد عندهم ارتباطات أخرى وبالتالي ساعات قليلة مباراتين في الدور نصف النهائي من كاس السوبر الأهلي وي سيراميكا كيلو باترا بيراملز وي مودرن فيوتشر مارسيل كولر الموديل الفاني للنادي الأهلي بالتأكيد هيعمل تدوير في تشكيلة النادي الأهلي لكن بالتأكيد أيضا التدوير ده مش هيبقى تدوير كبير لان البطولة بطولة رسمية ونادي سيراميكا كيلو باترا نادي صعب جدا عندهم خط هجوم رهيب صديق جولا جون إبوكا ثنائي نهيجيري فز بصراحة فيه أداء سيراميكا كليو باترا بيعمله مجهوب بدن كبير جدا غير طبعا أحمد ياسر ريان وغيره من نجوم فريق سيراميكا كليو باترا مارسيل كولر هيدفع أو بفكر أنه هيدفع في هذه المباراة بي الثنائي محمد مجدي أفشاوي عمر السولية من بداية المباراة بيفكر في راحب بعض اللاعبين الأساسيين في منطقة الوسط زي إمام عشور ومروان عطية خشية تعرضهم للإجهاد أو الإصابات بسبب ضغط المباراة هيشارك الثنائي أو أحدهما ويحتفظ بالتاني على دكة البودلاء أعتقد أن الأقرب للمشاركة هو محمد مجدي أفشا نجم خط الوسط اللي بيشارك بشكل متقطع في المباراة الماضية عمر السولية راجع من فترة إصابة طويلة زادت عن الستة أشهر وبالتالي هيبقى دخوله في المباراة حبة حبة عمر السولية خبرة كبيرة جدا وثقل كبير في نص ملعب النادي الأهلي مرسيل كولر أكد أن فريقه بيواجه صعوبة في التحضير لمباراة سيراميكا يوم الاتنين في بطولة كاس السوبر المصري بسبب ضغط المباراة الكبير لعبنا مباراة قوية جمعة أمام أوراوة الياباني في مباراة المركز التالب بكاس العالم الأندية تدربنا في جدة أمس السبت وشارك في الميران اللاعبين لذينا لم يشاركوا في هذه المباراة فيما أجرى الأساسيون تدريبات استشفاء في فندق الإقامة ومران اليوم لن يكون قويا بالتأكيد لأننا ما زلنا في مرحلة الاستشفاء حتى نتمكن من خود مباراة غدا التي نجد صعوبة كبيرة في التحضير لها كولر قال أنه هو والجهاز الفني شاهدوا تحليل لفريق سيراميكا وقال للعبين بشكل واضح أنه فريق قوي ومحترم وبيلعب كرة جيدة ويحتاج مجود كبير ويجب أن نكون زهنيا وفنيا على أعلى مستوى بيقول أن فيه نقطة قوة كبيرة للغاية في مباراة الغد وهي جمهور الأهلي أتمنى أن يتواجد الجماهير في كامل أرجاء الملعب لأن هذا الأمر هو ما سيمنحنا طاقة كبيرة وقوة لنكون في أفضل حالة خلال المباراة بيؤكد أن سلاح جمهور النادي الأهلي قوي جدا بالنسبة لنا واللعبون لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع الوضع الحالي منذ الموسم الماضي ونحن نلعب بنفس المستوى كولر بيقول أنه عنده قائمة كبيرة جدا من اللاعبين بالتأكيد ستكون هناك تعديلات في التشكيل أمام سيراميكا أي 11 لعب سيتم اختيارهم أنا وثق منهم ومن خبراتهم وأهم أمر بالنسبة ليه هو التركيز وأن يكون الفريق في كامل تركيزه كما أن العيبي الأهلي يقدرون المسؤولية بشكل كامل لا يجب أن نخسر تلب بطولات في نفس الموسم لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للجماهير ولا توجد أي أعذار بيقول عن أزمة ضياع الفرص الكتيرة جدا اللي بضياع العيبة النادي الأهلي بيقول أن احنا بنضيع فرص كتيرة هذا الموسم لأن احنا بنخلق فرص كتيرة أكتر كمان من اللي كنا بنخلقها في الموسم الماضي مش متطفق أنا معاه قوي في القصة دي الأهلي بيخلق فرص كتيرة فعلا وممكن تكون أكتر كمان من اللي كان بيخلقها في الموسم الماضي لكن مش مبرر للضياع المبالغ فيه للفرص من توليفة الهجومية بتاعت النادي الأهلي مفيش تركيز أحيانا بيضيع من اللعيبة التركيز وبتضيع فرص سهلة جدا على النادي الاهلي اللي يعني الفايدة لما نخلق فرص كتيرة جدا ومنسجلش في النهاية كده المحصلة صفر يبقى نرجع للموسم الماضي افضل اللي كنا بنخلق فيه فرص اقل لكن النتائج كانت في النهاية افضل وعن المهاجم الفرنسي انتوني مودست قال كولر انه حظه سيء جدا جاء من بلد مختلفة وثقافة مختلفة لما بدأ ينسجم مع الفريق تعرض للاصابة وبعد انت عافى من الاصابة وبدأ يشارك تلقى البطاقة الحامرة في المباراة الافتتاحية امام الاتحاد السعودي في كاس العالم للاندية بعد اطرد حالته النفسية سائت لكن مودست بيريد اثبات نفسه ولكن حظه سيء واتمنى ان يتغير هذا الامر الفترة المقبلة يسمع منبو اكرب منها يا عم كولر زي ما اتكلمنا في الفيديو قبل الماضي عن احمد فتوح الزهير الايصر الاساسي لنادي الزمالك والمنتخبنا الوطني ان في مفاوضات من جديد ما بين نادي الزمالك وما بين الزهير الايصر لتمديد التعاقد انباء قوية جدا في هذه الفترة موقع كرة بلس واحد من اقوى المواقع الموثوقة في كرة القدم بيؤكد ان فيه سيناريو بيتم الاتفاق معه حاليا ما بين المفاوضين من نادي الزمالك وما بين احمد فتوح احمد فتوح هيقدم اعتزار ليه جماهير نادي الزمالك في مقابل تمديد التعاقد معه لفترة قادمة ويبقى قفلنا بقى تماما الملف بتاع احمد فتوح ومشاكله مع نادي الزمالك بتجديد التعاقد بالتأكيد الشروط اللي كان بيطلبها احمد فتوح مش هيوافق نادي الزمالك عليها كلها اكيد حصل بعض الاستغناء من اللاعب عن بعض طلباته المادية اللي كان بيرى مسؤوله نادي الزمالك ان هي مبالغ فيها احمد فتوح سمانا فيه مفاوضات مع زد مع بيرامدز مع النادي الاهلي لكن يبدو ان طلباته المالية كبيرة جدا ويبدو ان المفاوضون بتاع نادي الزمالك قدروا ان هما يوصلوا لصيغة ما للاتفاق مع اللاعب المهم جدا اللي الظاهير الايصر الاساسي للمنتخب الوطني احمد فتوح اشارة يعني جماهير السوشيال ميديا بيحبوا ان هما يتابعوها فتوح قعد من جديد متابعة حساب نادي الزمالك على انستجرام البعض قال ان دي اشارة يا مارد ان فتوح فيه طريقه لتجديد التعاقد مرة اخرى مع نادي الزمالك طبعا الزمالك عنده مشاكل مادية لا حصرة لها اقاف للقيد فلوس سامسون فلوس سبورت انجليش بونا مسؤولي نادي الزمالك بيحاول ان هما يحلوا كل هذه المشاكل في هذه الفترة علشان يقدر الفريق يضم الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة ولو نادي الزمالك مقدرش يفك القيد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة لا مجال في رأي الشخص اللي رحيل اي لعب لان اي لاعب بيرحل عن نادي الزمالك بيرحل عن التشكيلة بتاعت الفريق ما بتقدرش تعوضوا بلاعب تاني لان القيد بتاعتك مقفول وبالتالي اعتقد ان التجديد لفتوح والزناري وصبحي اللي ثلاثي اللي مجلس الادارة عرضهم للبيع بعد اول قلم زي ما بيقولوا كده غلطه غلطة قالك هنعرضهم للبيع مباشرة انا قلت انه كان من قرار متسرع واعتقد ان الايام بتثبت ان كان رأيي صحيح في هذا الامر بالتأكيد التجديد لثلاثي ده واستمرارهم مع الفريق خصوصا لو القيد نادي الزمالك محلش الازمة دي هيبقى امر ضروري ولا مفر منهم لو اول مرة شفتني مش حوصيك اشترك في القناة فعل الجرس اعمل لايك الفيديو انتابع كل اخبار الكرة لحظة بلحظة كرة محلية كرة عربية كرة علامية كثفوا الدعاء لأهلينا في فلسطين اشوفكم على خير شكرا لكم سلام عليكم مع السلامة